قرابة عشرات ملايير سونتيم هي قيمة السلع المحضورات من شماريخ وألعاب نارية صدرتها المديرية الجهوية للجمارك بولاية البوليدة بعد عملية تفتيش نحاوية تحمل مائة وعشرة طردا لذات البضاعة المحجوزة داخل الميناء الجاف بابعلي التابع لولاية البليدة في إطار المراقبة الداخلية تمكنت مصالح المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة من حجز حاوية 40 قدم كانت تحتوي بضاعة محضورة حضرا مطلقا تمثلت في 110 طردا من الشماريخ والألعاب النارية بقيمة إجمالية تقدر بـ 98 مليون دينار على كمية إجمالية تتراوح ما بين 105600 وحدة كما حررت غرامة مالية على المستورد المخالف تقدر بضعف قيمة البضاعة المحجوزة هذا النوع من المخالفات يعاقب عليه قانون الجمارك خاصة في نص المادتين 21 و325 من قانون الجمارك والتين تنصان بذورهما على مصادرة سلعة محل الغش مع احتساب غرامة تقدر بضعف قيمة البضاعة المصادرة ملايير الدولارات تخسرها الجزائر سنويا جراء تجاوزات بعض المتعاملين الاقتصاديين المتمثلة في عمليات إغراق السوق الوطني بسلع محظورات على غرار الألعاب النارية وهو ما يتطلب يقظة كبيرة من مختلف مصالح الجمارك على مستوى الموانئ الجافة لإجهاض هذه المخالفات التي تنخر الاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة